دفعة جديدة لمسار المفاوضات برد حماس على المقترح الأمريكي بانتظار الرد الإسرائيلي في تفاصيل هذا الرد وكالة رويترز نقلت عن مسؤول كبير في الحركة بأن مقترح الاتفاق المعدل لإطلاق الصراحة الرهائن يستكمل قب قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية كما أوضحت حماس بأن الاتفاق المعدل ينص على ضمان الوسطاء لوقف إطلاق نار مؤقت وإصال المساعدات إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية خلال المحادثات غير المباشرة لضمان تنفيذ المرحلة الثانية وينص أيضا على إجراء محادثات لإطلاق الصراح الرهائن الإسرائيليين تبدأ خلال 16 يوما ما بعد المرحلة الأولى وكان مسؤولون قد أفادوا بأن الحركة مهدت الطريق نحو انفراجة نسبية بعد إسقاط مطلبها الرئيس والمتمثل بتعهد إسرائيلي بوقف كامل للحرب لكن مع ذلك يبقى توصل الاتفاق قريب لا يزال غير مضمون وفق الكثير من القراءات وأيضا المسؤولين المتابعين لهذا المسار مزيد من المتابعة معنا من روالا مرسلنا فراس لطفي لنرصد معك ربما تداعيات هذا التفاصيل رد والتعديلات لأقحمتها حماس وكيف نتوقع أيضا تفاعل جانب الإسرائيلي معها أخذ بعين الاعتبار ربما إلى غاية الأمس مواقف بينك فيرس موتريتش نتانياهو وكذلك جانتس فراس يعني في تفاصيل المشهد وإذا ما تحدثنا عن الأجواء والتفاؤل فنظريا الأجواء تدعو للتفاؤل خاصة وأن العقبة الكبيرة التي كانت في وجه المفاوضات والتي فجرت المفاوضات في أبريل الماضي قد أزيلت وهي اشتراط حركة حماس بوقف الحرب وإنهائها وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المرحلة الأولى ولكن تبقى التفاصيل وتبقى النواية إذا ما كانت فعلا حركة حماس وردها الإيجابي وتنازلها عن وقف اطلاق النار كان واقعيا أم تكتيكيا لنقل الثقل والضغط على بن يمين نتنياهو وإن كان فعلا بن يمين نتنياهو صادق في توجهه وإرساله رئيس جهاز الموساد إلى قطر وعودت هذا دافيد بارنيع رئيس جهاز الموساد إلى إسرائيل وقد تقرر بعد ذلك إرسال الأسبوع المقبل الوفد الإسرائيلي الموسع لبدء المفاوضات بكل الأحوال هناك تفاصيل كثيرة كما ذكرت في سياق الخبر إيمان أهمها مطلب حركة حماس الذي برز من جديد ويتحدث عن أن لا يكون هناك إطار أو سقف زمني للتهدئة خلال المفاوضات وإسرائيل تشترط أن يكون هناك إطار زمني وصقف زمني موضوع أسماء الأسرة وأوزانهم والمؤبدات والأحكام العالية وإذا ما كانوا سيبقون في الداخل أمسا يتم نقلهم إلى منفى قضية المساعدات قضية عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة قضية محور فيلدلف ونتساريم والضمانات التي طلبتها حركة حماس من الوسطاء لأنسحاب الجيش الإسرائيلي في المرحلة الثانية والثالثة من هذه الصفقة بكل الأحوال كما ذكرنا في ميزان الربح والخسارة بنيمين نتنياهو قد يكون الرابح الأكبر من هذه الصفقة ولكن هناك الكثير من من يشكك بنوايا بنيمين نتنياهو الذي تقول الأوساط الإسرائيلية بأن بنيمين نتنياهو لربما سيشتري ائتلافه مقابل بيع الأسرة وهناك تهديدات كثيرة من قبل مسؤولين إسرائيليين بالاستقالة إذا ما أفسد هذه الفرصة مقابل وزن كبير من المعارضة والرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع كلهم يدعمون المضي قدما في هذه الصفقة ولكن يبقى بنيمين نتنياهو إيمان هو بيده القرار وبيد ائتلافه هذا القرار وهذا الائتلاف حتى الآن حذر جدا في التعامل مع هذه القضية شكرا شكرا شزيلا لك إذن على هذه المتابعة في رسلط في مرسلنا من رمالة